فأخوانا مهيب جدا ليس الإشكال في نقص العلم دائما الإشكال في أن تفهم النصوص تفقها النصوص قال من يريد الله به خيرا أيش يفقهه في الدين فقه في الدين يقين كان الرجل ينشر بالمناشير ولا يرجع عن دينه وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم في أول الإسلام يعرفوا هذا الدين قال هراق الأبي سفيار رضي الله عنه قال هل يرتد أحد منهم عن دينه في أحد يرتد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم قال لا ما أحد يرتد قال وذاك الإسلام إذا خالطت بشاشته القلوب إذا دخل خلص انتهى الأمر فهذا الإسلام لابد والإيمان يعني يكون عندك أغلى ما تملك ترجمة نانسي قنقر